أنه لا يمكن للإنسان أن يدعي أنه مسلم بحق إذا لم يحقق الشرط الأول لا تستطيع أن تكون خليفة بحق إذا لم تحقق إلا لم تعمر الأرض لماذا؟ لأن تعمير الأرض ضروري لحياتك ستطلوبه من غيرك فتصبح عبداً لغيرك الذي يعمر الأرض بدلاً منك فلم تعد مسلم بحق لن تكون مسلم بحق إلا إذا كنت سيد نفسك ولا تعبد إلا ربك كيف لا تعبد إلا ربك إذا كان خبزك يأتيك من مستعبر مثلاً حياتك اليومية لما تصبح حياتك اليومية تابعه لغيرك أنت لست مسلم سيد فأنت إذن لست جدير بأن تقول أنا لا أعبد إلا الله أنت صار بينك وبين الله سيد تعبده وتخاف أكثر من الله تخاف الحاكم الذي يخاف حاميه المستعمر وينتهك حقوقك أنت تعيش في بلد تخاف حاكمك الذي يستعبدك وحاكمك يخاف حاميه الذي يستعبده فيستعبدك حاميه ويستعبدك حاكمك وأنت لم تعد مسلم حقيقي جدير بالاستخلاف لم تعد عبد الله لم تعد عبد الله إذا فهمنا ذلك نصبح معنى امتطيت الدنيا للآخرة عنده معنى الدنيا لا تمتطيها إلا إذا صرت سيد عليها أما وهي سيدة عليك في رزقك في حياتك فأنت صرت تعيش في عالم الضرورة وليس في عالم الحرية لن تكون حرة إذا لم تعمر الأرض بنفسك ولا تعمر الأرض بنفسك إذا لم تعلم قوانينها